توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلعي الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 427 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 386 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلعي الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 333 طن كما تم ضبط ما يقرب من 39 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية بالإضافة إلى ضبط 617 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 201 قضية خبز ناقص الوزن و122 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجالي ضبط مخالفات التلعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية تم ضبط 9 قضايا بمضبوطات بلغت ما يقرب من 76 طن أقماح محلية وفي مجالي الحجب والبيع بأزياد لمواد البناء تم ضبط أكثر من 13 طن أسمنت اشتركوا في القناة